السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامدي هالنهار ان شاء الله نقدم واحد الحلقاء اللي هي الحصرية في الحقيقة ويعني هدية المولف كان نقدم هدايا للموضوعات للأرانب ولكن هذه في الحقيقة هدية لكل مربي أرانب وهو واحد المرض اللي ممكن يتصاب بالأرنب وهو في حقيقة هاد المرض السبب دياله هو السوء التغذية ممكن أنكم تبقوا تعطيوا الأرانب ديالكم القشور ديال الخضر اسمو هاد المرض مشي هو انتفاخ البطن أو نقولو الكوكسيديا أو لا هذا مرض منفريد بوحدو لاحظوا معايا هاد هاد الذكر اسمو راها واقع لومسكين شوفوا كرشو راها متحجيرة انتما انتما الى الزيتو هكا شوفوا انه ممكن يقدرش يتحرك شوفوا كرشو شحال راها منتفخة انتما انتما كرشو راها خارجة مننا ومننا هاد يراماشي انتا راها ذكر لاحظوا ان الكرشو هنا من هنا خارجة ومن هنا خارجة مني كنقصو فيها ما كنلقوش فيها انتفاخ ولكن كنلقو فيها بحل شكل ديال الماء هاد المرض هاد الاسم دياله اسميه الكوليستريديا هي بحل شكل ديال كوكسيديا يعني على وزن كوكسيديا ولكن هاد اسميته الكوليستريديا كوليستريديا اسمه يوقع هاد ماشي انتفاخ ديال البطن وانما هاد ليستر الى ما تدواش الكرش دياله يعني كتتنفاجر وكيخرجه المسارن على برضه علاش لانه السبب ديال هاد شي وهو سوء التغذية علاش لبا انا ديما كنهضر على الاشياء الناشفة انيش حلم واحد الفيديويات كيقول لك الله راه ممكن انه يعني الاستعانه بالمواد الخضراء او القصور ديال الخضار ديما هاد شي كدير اما المرارة اما كدير هاد النوع مثل هاد الامراض ديال كوليستريديا عقله على الاسم هاد اي حاجة دخلوها في الراس على حسب يعني الاحتراف وهذا هو الاحتراف انه يكون عندكم معلومات في هاد الموضوع اعتاده اذا هاد كوليستريديا كوليستريديا اسمو العلاج دياله هاد هي الهادية اللي ان شاء الله غدي نقدمها النهار شوفوا هذا اذاكر شوفوا البطن دياله كيفاش ديره من هنا ومن هنا هاد هاد ليس انتفخ، يعني من اللي ان يكون نخص كا؟ راجع كرشوم متحجير، اللحظو انه يعني الاوساخ мин تاوساخ هانتو ما عندون هاد إلى اللوول وهو شوفوا الحجم ديال الراس ديال الله souvenir relating هذه الراحات صغير يعني ليس كبير بزيف، نقولو عند انه تلت شهور ونص وشوفوا مسكينر اذا استخداره هاد المرض الي حدو حياوي بالنسبة لهذا على هذه الفترة هادي يعني فترة الظاهرة راه كيكون حيوي يعني كيبقيه ينشطوا يتحرق في الكارجة هانتم ما شوفوا دبا اسموا راه داية راه كيقول لك داويني هاد المرض هادا راه مشي انتفاخ وإنما على شكل مياه كتكون مجموعة متحجرة في الكرش أو البطن ديال الأرند هاد المرض اسميته الكوليستريديا كاين اول حاجة مباشرة مني تشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة مباشرة حيدوا العلف هانتم ما فيما كتلاح شو هانتم ما تعطيه تنوع من العلف يعني حيدوا لي جميع الأنواع العلف تاني حاجة يعني هاتشي خطوات تاني حاجة وهو التبن حطولو شوي دير التبن راه كلا من التبن هنا شوية راه بدك شوية كي دير راه مشي زبيلة مايا مهمرة باقي مبارش يعني العلف أي نوع من العلف يتقطع عليه لمدة 48 ساعة يومين ما تعطيه تحاجة تاني حاجة وهو التبن التبن أنتم رأني فيت سبق دي هادرت عليه بحلاكة هدا التبن تبن عادي ماشي شي حاجة مغاليش ممكن أنكم تحصلوا عليه غي مجانا غي وحل خنيشة بحلاكة تحطوا له شوي ديال التبن تالت حاجة وهي مربط الفرس في هذه الحلقة وراها قتلكم ما قتلكم راهها هادية انا راه هاد الانتفاخ هذا راه كان نضايقني بزاف كان تقريبا نصفت مره دبت شوية تفش اسمو عطيتو عطيتو وهو الحل السحري ان شاء الله وهو النعناع انتم راه شوية راني مخل نديرو له في طاس هنايا ولكن هاد النعناع راهها عشبة عطيها لنا الله عشبة سحرية هاد النعناع العادي اللي كديرو فقاتي هاد تغليوه وتعطيوه له وان شاء الله راهكم غادي تشكروني يعني هاد الحلقة راه منفريدة راه هادية لجميع المحبين ديولي النعناع تعطيوه الارنب يعني ماشي تعطيوه له مباشرة ياكلو راه يضروه انا تبعوا معايا الحلقة مزيان وفهموا اسمونا شو راني كان قول الكمية اللي قد تعطيوها ديالنعناع وهي خمسين فالمئة نعناع وخمسين فالمئة ماء يعني الكمية اللي قد تعطيوها نعناع ديروها ماء وغليوها يعني بحسب هادة هادي نقولو فيها وحد وحد كيمية ممكن هادي يدير معايا المسكيس دياللمة وتغليوها معاها وهذاك الشي هذاك الماء ماشي نعناه الماء فقط اعطيوه الارنب وكونوا انتفكرين ان هاد الحلقة دي تفيدكم بزا في ان شاء الله اني فرحان لانا قدرت اني يعني نجيب لكم هاد النوع من المراض لانا عندي في الراس ديالي ولكن ما عمروه ما طره لي غلطت في هاد اليامات اعطيت الارنب شوية ديال القشور ديال الخضر يعني عندي الوليدات ديالي هم ولي كي مرة مرة كي اعطيوهم بحاد الاشياء اعطاوهم قشور ديال الخضر وراه تصاب بهذا يعني مبقاش حيوي انا رحت انه مبقاش حيوي منيد لحط البطن ديالي قلقيتها منتفقها قلتي يمكن رها انتفاخ وهي كنت رغين اعطيه في الاول كما عودتكم بيكربونات سوديوم ولكن في هاد الحالة هذه ما تصلحش بيكربونات سوديوم لانا كرشو فيها تحجر فيها ماء ماشي فيها انتفاخ فيها هواء إلا كان فيها هواء انتفاخ بعاكم منيك تقيسولوك شو هاكا منيك تشوفو الهواء اعطيوه بيكربونات سوديوم خيصف التامانتها هي كتبع في الفرماسيوم أما بالنسبة التحجر ديال البطن شوفو هنا يرى البطن ديالو رها متحجرة مسكين شوفو شوفو رها يعني منيك تبغين هزوها كشوف شو هنا يرى الظهر ديالو ولا ولا عريض يعني واحد الحالة يعني منيقول لكمش لانا لانا بنيك يكون حيوي هذي كي الصحة أما بنيك يكون هاكا هذي رها مرض اسميتو كوليستريديا هذي مرض كما قلت لي سوء التخذية السوء التخذية هي اللي كتدير هاد النوع من الأمراض حاولوا انكم تعطيوه الانا بديالكم عالف صحي ناشف ما يكونش فيه المياه ما يكونش ميت دم الحلقة ديالنا هي هذي النعناع اغليوه وشدو الماء ديالو واعطيوه الو ماشي النعناع وانما الماء ديال النعناع اعطيوه الو وان شاء الله رها بدك يتفش ده بارة ما اما علشان ايوم دك هممار الحلقة هذي رها البارح رها كان منفوخ بزاف رها كان كان بوحد الحالة يعني كان ضخم بزاف يعني كرشوت تحجرت ولكن ان شاء الله غادي غادي يبرع وتمثوا ما هاد الحالة هذي عقلوا عليها الكوليستريديا هذي يعني حالة من الحالات يعني تل اسم هو في حقيقة رها مركب جاي بحل كوليستيرول جاي من كوليستيرول وكوكسيديا يعني اللي خلطيهم كتعطيك كوليستريديا هاد الحالة هذي رها يعني خطيرة وما تتغضوش اليها تقولوا ده بارة لا ضروري العلاج لانهو كيكون في واحد الحالة مسكين ما كيبقى شي ياكل كيبقى غير مقرمس بحالة هكا ممكن انه البطن ديالوه تنفاجر والمصارن كيخرجوا على برها علشان هاد الحلقة معتبرة هادية لجميع المحبين ديالي النعناع والتيبن قطعوا ليهم الماكلة 48 ساعة يعني يومين أعطيهو التبن فقط وغليولو الماء إلما بغش يشربوه ممكن أن يكون ديروه فواحد لمحقانا وتكبوه له فمو يعني لا بد ما يشرب من هدك الماء ديال النعناع المغلي وإن شاء الله نحن سيكون تسير إذن حلقة منفردة حول أنكم تفهموا أشنوغلز يعني ما تعطيوش النعناع الأرنب ديالكم وتقولوا بلا راكين المشكل اللي أعطيوه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمدة يومين إن شاء الله غدي يجيب الله تتسير إذن حلقة ديالنا هي ديرها حلقة مهمة تفكروا هاد المصطلح ديال كوليستريديا را ممكن يصادفكم يعني هو ماشي انتفاخ ديال البطن وانتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات وإنما انتفاخ بالماء وتحجر البطن إذن دوا ديالها وعطيتو لكم إذا كان شي تعاليق مرحبا بكم أنا كان نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان أعطاب لكم عائلتي تكيو على زر جام باش تسندونه القناة تزيد القدام ما تنسونه بزر الجام وتسكيو على زر الجارس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة